ما زلنا في الدرس الأول الرموز والعناصر نبدأ بدراسة المرتبات نلاحظ هنا وعاء جهاز التحليل الكهربائي بالماء الذي يتألف من وعاءين من مهضة الثربون ومهضات الأكسجين نلاحظ بمرور التيار الكهربائي أن جزئات الماء تتحلل إلى الهدرجين والأكسجين أو نقول بشكل آخر أن جزئ الماء يتحلل بمرور التيار الكهربائي إلى عنصرين هما الهدرجين عند مهضة الأنبوب الأول وهو المهضة والأكسجين عند الأنبوب الثاني وهو النصاط إذن يتحلل الماء إلى عنصرين يتجمع غاز الهدرجين في أحد الأنبوبين وغاز الأكسجين في الأنبوب الآخر نقول الآن وضح بالتجربة أن الماء جسم مركب من عنصرين نستخدم وعاء بولتا لتحليل الماء المحمد لحمد الكبريت فنلاحظ يتجمع غاز الهدرجين في أحد الأنبوبين وغاز الأكسجين في الأنبوب الآخر إذن يتكون الماء من عنصرين الهدرجين والأكسجين فنقول عن الماء إنه جسم مركب الآن نتابع نلاحظ هنا غاز سناي أكسيد الكربون الجزء الواحد فيه يتألف من أو يتكون من نوعين من الدرات النوع الأول درتين من الأكسجين والنوع الثاني درة من الثرب فنقول أن غاز سناي أكسيد الكربون هو جسم مركب أو جزء مركب لأنه يتكون من نوعين من الدرات وهما الأكسجين والتربون إذن مما يتكون غاز سناي أكسيد الكربون غاز سناي أكسيد الكربون مكون من التربون والأكسجين نتابع مما يتكون غاز النشادر نلاحظ هنا جزء غاز النشادر يتكون من نوعين من الدرات النوع الأول ثلاث زرات من الهدرجين والنوع الثاني ذرة واحدة من الهدرجين فنقول إذن النشادر أو غاز النشادر هو جسم مركب أو جزء مركب لأنه يتكون من اتحاد نوعين من الذرات وهما الهدرجين والنيتروجين إذن مما يتكون غاز النشادر؟ غاز النشادر مكون من النتروجين والهدرجين نتابع كربونات الكاليسيوم هذه هي عبارة عن مادة كربونات الكاليسيوم نلاحظ أن الجزء الواحد فيها مكون من ثلاث أنواع من الذرات النوع الأول ثلاث زرات من الأكسجين والنوع الثاني ذرة من الكربون والنوع الثالث ذرة من الكاليسيوم إذن كربونات الكاليسيوم يتكون من اتحاد ثلاثة أنواع من الذرات الأكسجين، الكربون، الكاليسيوم إذن مما يتكون كربونات الكاليسيوم؟ كربونات الكاليسيوم مكون من الكربون والأكسجين والكاليسيوم هنا بشكل عام نستارط الجزئات التي درسناها سابقاً غاز سناي أكسيد الكربون غاز النشادة غاز أو جسم كربونات الكالسيو الآن نستارط واحدة واحدة غاز سناي أكسيد الكربون مكون من اتحاد نوعين من الذرة أيضاً غاز النشادة وجزئ مرتب أو جسم مرتب يتكون من اتحاد نوعين من الذرة أيضاً كربونات الكالسيو وجزئ مرتب أو جسم مرتب لأنه يتكون من اتحاد ثلاثة أنواع من الذرة إذن مما يتكون المركب الكيميائي؟ يتكون المركب الكيميائي من اتحاد نوعين أو أكثر من ذرات العناصر ويسمى عند إذن جزايل مرتب انتهت الفقرة الثانية شكراً لزيارتكم الهدية للتعليم التفاعلي الهدية اشتركوا في القناة